بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد في سلسلة دروس نقرأ فيها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ما يقول على وضوئه ذكر الله تعالى لا يفارق الإنسان المؤمن سواء في قيامه أو قعوده أو ذهابه أو عوده أو حركاته أو سكناته وقد وصف الله تعالى عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والمرء لا ينفك عن حالة من هذه الحالات فإما هو قائم أو قاعد وإما متجع فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يذكرون الله تعالى دائما وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ووصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا فالمؤمن الذكر رفيقه من أجل هذا تجدون الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع لنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم المواضع التي يستحب فيها الذكر وإذا هي في سائر حركات الإنسان المؤمن الآن يقول باب ما يقول على وضوئه إذن أنت تتوضى وتذكر الله جوارحك تتحرك بطهارة الظاهر والذكر يطهر لك الباطن باب ما يقول على وضوئه قال يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال بسم الله كفى قال أصحابنا يعني الشافعية فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها ووضوئه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا حديثا ثابتا يعني حديثا مقبولا حديثا صحيحا فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود وغيرهم ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره وضعفها كلها البيهقي وغيره يعني الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة لكن التسمية محمودة لأن فيها ذكر الله تعالى والحديث الذي يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو ضعيف العلماء قالوا ظاهره لا وضوء يعني معناته بأن وضوءه باطل معناته التسمية واجبة لكنهم قالوا هذا المعنى غير مراد المراد لا وضوء كامل وإلا وضوءك صحيح ولو لم تسمي لكن التسمية أمر حسن فصل قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضع أن يقول في ابتداء وضوءه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به والله أعلم يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله إلا حنشوف أنه ورد في السنة أنه في آخر وضوء لكن الإمام النووي الآن يذكر أمرا مهما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هل إذا لم يرد أن النبي قاله فيصير القول حراما بعض الإخوة كلما يعني أرادوا أن يعترضوا على شيء يفعله علماء المسلمين يقولون لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إذا ما فعلوا معناة حرام مثلا بعد الصلاة أخي يقول لأخيه تقبل الله يأتي من يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه تقبل الله هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليلة نصف من شعبان جماعة معناة ما بجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليلة القدر مع أصحابه في المسجد لماذا أنتم تحيون ليالي القدر أو ليالي محمودة مثلا أخرى النبي لم يفعله علماء الأصول يقول الآن الإمام النووي يذكر هو تفريع لكن الحقيقة فيه فائدة وصولية يقول قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضع أن يقول في ابتداء وضوءه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النووي يقول وهذا الذي قاله لا بأس به إن شيء جيد إلا أنه لا أصل له من جهة السنة يعني النبي لم يفعله بس الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول شيء جيد يقول ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به إلا هذا العالم أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد في أصول الفقه عدم الفعل ليس دليلا الفعل هو الدليل بس عدم الفعل ليس دليلا شو يعني هذا الكلام ما معنى هذا الكلام نحن إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا فهذا دليل على أن هذا الشيء يجوز أو لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي إذن صلاتنا وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد معنى لا يجوز أن نسجد على قبر إنسان أبدا إذن قول النبي دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل مثلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قام الليل فقيام الليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فالوصال في الصوم لا يجوز قول النبي دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم دليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا وسكت عنه معناته مقبول أما عدم الفعل ليس دليلا ليس لأحد أن يقول لا يجوز لك أن ترفع صوتك بالاستغفار بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز لك أن تحمل السبحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل السبحة ولا يجوز لأحد أن يقول المولد غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى مولد عدم الفعل ليس دليلا الفعل هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء ولم يفعلها وهي جائزة وقال ما أمرتكم به ففعلوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما سكدت عنه فهو عفو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سكدت عنه يعني ما لم أقل شيئا هذا من الأمر المعفو عنهم فإذا كان فيه عبادة أو فيه طاعة فهو مشكور محمود وإذا كان فيه إثم أو فيه معصية فهو مذموم فيقول الإمام النووي هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله لم يقله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقول شيء لا بأس به فلذلك ليست البدعة كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الأشياء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها واجب وبعضها مسنون وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرم ما حكم طبع المسلمين للمصاحف هذه المصاحف التي بين أيديكم لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها المصحف جمع في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه نسخ في زمن سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه ثم انتشر المصحف هل وجود هذه المصاحف بين أيدينا حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وقته هذه المصاحف علماء قالوا هذه المصاحف وجودها ونسخها وكتابتها فرض فرض لأنه لو لم تكن موجودة لضع القرآن من قلوب الناس هناك طائف من ناس يحفظون القرآن لكن الأكثر لا يحفظون ماذا يفعلون؟ بناء المدارس الشرعية هذه لم تكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حرام أن نبني مدارس شرعية؟ هذا أمر مسنون لنحفظ الدين ونحفظ علوم الدين بناء المطاعم هل هو حرام؟ بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم مطاعم هذا أمر مباح بتكون ساو مطاعم ما تكون ساو مطاعم تحويل عقوبة الزنا من الرجم أو من الجلد إلى عقوبة مالية هذا ما كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام هذا حرام لأنه يخالف نصا شرعيا أنه أخي بعيد من هون الزاني بدل ما الجلد أو الرجم خلاص بيدفع غرام مالية هذا محرم فليس كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حراما هناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلمين أن يفعلوها وهناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويسن لهم أن يفعلوها وهناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويباح لهم أن يفعلوها وهناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم أن يفعلوها لذلك أيها الإخوة نحن محتاجون لعلماء من أجل أن نسألهم وكل شغلة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون محرمة شو حكم ركب السيارة مباح أخي ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو لم يكن بس شريعة ما تنهى أن تركب سيارة أنت أو أنا أن أركب سيارة قال بعض أصحابنا وهو شيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضع أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به والله أعلم متى يكون هذا القول بدعا هذا القول ليس مبتدعا لأن الذكرى محمود في كل الأوقات فإذا أنا ذكرت الله في أول الوضوء بقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله لا حرج متى يكون بدعا إذا اعتقدت أن قولي أو أن فعلي خير من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصرت في بدعة منكرة باطلة تخرج من الدين إذا اعتقدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقول هذا القول هلأ هون صار هذه البدعة وإذا خطأت من لم يقلها يعني هذا الأخ ما قال في أول وضوء أشهد أن لا إله إلا الله أم أنا خطأته هلأ هات صار بدعة أم أنا وأنا أتبضى أقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله لا حرج بهذا الأمر فصل قال ويقول بعد الفراغ من الأضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغثرك وأتوب إليك روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم في صحيحه ورواه الترمذي وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروا سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره يعني أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين التواب قالوا لم يقل اللهم اجعلني من التائبين وإنما قال اللهم اجعلني من التوابين التواب صيغة مبالغة من فعل تاب يتوب فهو تائب اللهم اجعلني من التائبين إذا تاب مرة واحدة اجعلني من التوابين يعني تكرار التوبة من جهة والتوبة من كل الذنوب من جهة ثانية اللهم اجعلني اتوب من كل الذنوب لأن أناسا ربما استعظموا مغفرة الله تعالى على ذنب من الذنوب بيقول لك يا أخي أنا عامل شغلة كتير كبيرة والله يسترنا يمكن الله ما بيغفر لي ياه لا اجعلني من التوابين يعني أن أتوب من جميع الذنوب من كبيرها وصغيرها اجعلني من التوابين يعني اجعلني أكرر التوبة دائما واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك شو أعراب سبحانك مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير وسبح الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلك قال وروينا في سنن دار قطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوئين إسناده ضعيف وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن بن ماجه وكتاب ابن السن من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل إسناده ضعيف تتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن في الجنة بابا يدعى الريان لا يدخله إلا الصائمون تتذكروا هيك حديث بعض العلماء قالوا كيف نوفق بين هذا الحديث وذاك الحديث هذا الحديث يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ذاك الحديث يقول باب الريان لا يدخله إلا الصائمون هنا من قال لتمن أبواب تنفتح معناته كمان باب الريان يفتح ويدخل منه وضحت المسألة هذا العلم اسمه علم مختلف الحديث في علم عند علماء الحديث اسمه علم مختلف الحديث علم مختلف الحديث هذا علم يجمع به العلماء والأحدث والأحاديث التي ظاهرها التعارض في أحاديث إذا واحد أراها لوحده بدون أن يرجع إلى عالم يقول لك يا أخي شواء الأحاديث يعني عكس بعض البعض مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هذا الحديث وفي حديث شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزمزم قائما هذان حديثان ظاهرهما التعارض مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ما في حدا بيعد حدا في حديث ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد معنات بيعديني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هروب منه مرة بيقول لا عدوى ومرة بيقول دير بعلك تنعدي هذه أحاديث ظاهرها التعارض مرة بيقول الريان باب الجنة لا يدخله إلا الصائمون ومرة بيقول يلي بيتوضى ويقول هذا الدعاء تفتح له جميع الأبواب ومن جملته بابه الريان كيف نوفق بين هذه الأحاديث هذا علم أنشأه علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم اسمه علم مختلف الحديث وهو علم يهتم بالأحاديث التي ظاهرها التعارض والعلماء وقفوا عند كلمة ظاهرها التعارض كل هذه الأحاديث التي قلتها لكم وأمثالها ليست متعارضة بس يظهر لك بأنها متعارضة بس هي مو متعارضة والعلماء يقدمون لك الجمعة بينها فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما قالوا هذا له معنيا إما ليقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن النهي ليس للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ممكن يكون أنه حرام ممكن أن يكون أنه مكروه فإذا نهى عن شيء وفعله ليقول لك إن النهي السابق ليس للتحريم وإنما للكراهة مكروه أن تشرب قائما هو تعمد أن يشرب قائما ليقول لك بأن النهي ليس للتحريم وقالوا في الجمع بينهما أن الشرب قائما خاص بماء زمزم كل شرب الماء يسن به أن تكون قاعدا إلا ماء زمزم يسن لك أن تشربه قائما وقالوا في حديث لا عدوى ولا طيرة يعني لا يوجد مرض يعدي بنفسه إلا أن يأذن الله هذا معناه لا عدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إبلين فيها جرب فقال صاحبها بأنه جاءتها عدوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول يعني أول واحد من الإبل أصاب المرض مين عدا ما حد أعدى الله أصابه بالمرض فلا عدوى يعني لا عدوى إلا أن يأذن الله وإذا الله لم يأذن بالعدوى لا يكون عدوى وإلا أنت مطلوب إليك أن تفر من المجذوم فرارك من الأسد أدبا مع حضرة الله تعالى لكن إذا الله كتب لك أن تمرض ستمرض وإذا كتب أن لا تمرض لن تمرض فهذا الجمع بين حديثي لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم أما الجمع بين حديثي المسألة الريان باب في الجنة لا يدخله إلا الصائمون وهذا الحديث يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هيك يقول حديث قال العلماء لا يشاء غير الصائمين يوم القيامة الدخول إلى الجنة من باب الريان لا يشاءون يذهبون إلى الأبواب السبعة هم لا يشاءون لأنه يدخل من أيها شاء وبالأخير بدون يدخل من باب واحد قال وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف قال الشيخ مصر المقدسي ويقول مع هذه الأذكار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ويضم إليه وسلم اللهم صلي وسلم قال أصحابنا ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقيب الفراغ فصل قال وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخوة هو متوضى إذا غسل وجهه يقول اللهم نور وجهي مثلا إذا غسل يده اليمين يقول اللهم أتني كتابي بيميني وإذا غسل يسار لا تؤتني إياه بشمال هذه الأدعية جائزة أو غير جائزة يقول النووي الدعاء على أعضاء الوضوء لم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف ما في مانع أنت عم تتوضى إذا دعيت هذه الدعوات وزادوا ونقصوا يعني هذه الدعوات لأنه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يزيد بعضهم ينقص فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أضمأ بعده أبدا ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجه وتسود وجه يقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني اللهم لا تعطني كتابي بشمالي يقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط والله أعلم وقد روى النسائي وصاحبه ابن السن في كتابهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء الوضوء فتوضأ فسمعته يدعو ويقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركنا من شيء يعني هالدعوات جمعت خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ترجم ابن السن لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه وكلاهما محتمل باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه يعني بين وضوئه يعني في أثناء الوضوء أما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه فممكن أن تدعو في أثناء الوضوء ممكن أن تدعو في آخره ثم قال باب ما يقول على اغتساله يستحب للمختسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها ولا فرق في ذلك بين الجنوب والحائض وغيرهما قال بعض أصحابنا إن كانت جنوبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما لكنهما لا يجوز لهما أن يقصضا بها القرآن أنتو بتعرفوا الجنوب هل يجوز له أن يقرأ القرآن لا يجوز طيب بسم الله الرحمن الرحيم هاي آية من القرآن فالجنوب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا بده يتوضأ ويغتسال الحائض بتقول بسم الله الرحمن الرحيم علماء قالوا لا يجوز للحائض والجنوب أن يقرأ القرآن إلا على سبيل الذكر إذا نوى أنه بسم الله الرحمن الرحيم هي ذكر فلا بأس بهم باب ما يقول على تيممه يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله فإن كانت جنوبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أر فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء فإن التيمم طهارة كالوضوء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر